بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن المكثف المكثف كباستر هو يقوم بتخزين الكهرباء ليتم استخدامها عند الحاجة ويكون بداخل المكثف غالبا لوحين لوح لتخزين شحنات الكهرباء الموجبة واللوح الآخر لتخزين شحنات الكهرباء السالبة وبين اللوحين مادة عازلة ويوجد أنواع من المادة العازلة وهي مثل الورق أو السيراميك أو مادة كيميائية أو الهواء السعة التخزينية للمكثف هي أي كمية الكهرباء التي يستطيع المكثف تخزينها وتقاس بالفارد أو بالفارد الفارد وغالبا بتقاس بأجزاء من الفارد فلدينا المايكرو فارد والنانو فارد والبيكو فارد بالنسبة لي المايكرو فارد بتساوي جزء واحد من مليون جزء من الفارد ولدينا النانو فارد بتساوي جزء من مليار جزء من الفارد ولدينا البيكو فارد وبتساوي جزء واحد من تريليون جزء من الفارد المكثفات تتواجد بعدد من الأنواع فلدينا المكثفات ثابتة السعة والمكثفات متغيرة السعة لدينا مكثفات بلوحين ومكثفات بعدد من الألواح لدينا المكثفات القطبية أي لديها طرف سالب وطرف آخر موجب أما المكثفات بدون القطبية فكل طرف يقبل أن يكون سالب أو موجب كذلك يطلق أسماء على المكثفات بناء على المادة العازلة الموجودة في داخل المكثف فلدينا المكثفات ذات العزل الورقي والمكثفات ذات العزل البلاستيكي والمكثفات ذات عزل الميكا والمكثفات ذات العزل السيراميكي وأيضا عندنا المكثفات ذات العزل الكيميائي أهم علامة من علامات تلف المكثف هي حصول انتفاخ أو شرخ في المكثف مما يوجب تغييره كذلك لدينا قياس المكثف لمعرفة ما إذا كان تالث أم لا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشرد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة